وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته نعم سيحبتك يا شيخ الحمد لله شيخ مكتوفة أنا عندي مشكلة مصيبة يا انتظر الله يسطر علينا عنيك يا رب إذا كانت فيها حقاتش الحياء كلمين على الخاص لا 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 مش قدش الحياء ولا حاجة طيب هي مشكلة مخفية لا بس لك راحة ممكن تسيبني يعني قد كلم براحت شوية لا لا مش ممكن براحتك لأن في ناس منتظرة تسأل أو جيدي في السؤال طيب لا يا شيخ أولا يا شيخ أنك اكتشفت للأسف إن أنا بحسد إنك حساد معرفش إزاي عائنة عائنة بقولي ما شاء الله واللهم بارك لا عائنة يعني ولا حاسدة أصلي في فرقي من العين والحاسد مش فاهمة أنا مش فاهمة نفسي أخذ ذوقتي حتى بأحسب نفسي يعني أنا لو طيوم الصحيب وجدت أي شيء جميل بلا Connecticut أقول رأي الله لا شكثي جميل النهاردة ، أغصف أanno باهة و سبوك حتى أولادي حتى أزوجي إسمعي ، إسمعي اسمري بس أسبري اسمري في فرق بين العين والحسد الحسد تمني زوال النعم عن الناس يعني واحد يحسي الشخص يتمنى من كل قلبه أن تزول النعم عنه واحد اشترى سيارة الثاني يحسده يتمنى أن السيارته تكسر أما العائن يكون بالعين يعني بالعين فاشترك كلهم في الحاق الضرر بالشخص فإذا كنت عائنة يعني إذا نظرت الأشياء نظرات إعجاب وأصيب الشخص الذي أمامك من جراء ذي النظرات وهذا وارد الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وَيَا كَادُ الَّذِينَ كَفْرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بَأَبْصَرِهِمْ يَا كَانَ الشيء يخرج منهم ينفذونك بالأبصارهم يدخل الشيء يخرج من العين ينفذ بالأبصار كان هناك رجل اسمه اسمه سهل بن حنيف كان جميلا جدا وسيما وخلع ملابسه يغتسل فمر به رجل اسمه عامر بن ربيع قال ما هذه الجلد ما رأيت جلدا كهذه الجلد من سائر اليوم فساقى ولا كأنها جلد فتاة بكر فساقى تساهلون صريعا في الحال قالوا يا رسول الله أدرك سهلا صريعا قال من تتهمون قالوا نتهمون عامر بن ربيع فاستدعاه النبي قال على ما يحسد أحدكم أخوه إراء أحدكم من أخيه ما يعجبه فليد ولو بالبركة ثم أمره يتوضى ويغسر ركبتيه أخذ المأصب على سهل بن حنيف قام كأنما أنشط من عقال كأنه كان مربوط وتفك وقام يجري فالشاهد ماذا تفعل هذه التي ترى نفسها عائنا إذا نظرت تدعو بالبركة اللهم بارك اللهم بارك فيه ولا تضره اللهم بارك فيه ولا تضره تدعو بالبركة لمن تظن أنها أصابته بالعين وتسأل الله أن يصف عن هذا الداء تسأل الله أن يصف عن هذا الداء لأنه داء خطير والنبي يقول لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين لسبقته العين عيازا بالله وفي بعض الآثار كان في سنداء بعضا من قال إن العين لا تولج الرجل القبر وتولج الجمل القدرة كان أحدهم يرى ناقة طيبة يقول لابنها يا ابنها يذهب خذ المكتل واشتري لنا منها يا ابنها مشي سليم ما إلا لحظات وبإذنها تسقط ويسبحونها بسرعة ويبيعونها